رقم 6 إسماعيل أبو الزكاء رقم 5 رقم 8 إبراهيم عامر رقم 8 رقم 10 غرواتي سيفان رقم 10 رقم 12 محمد موضوح بلال أبو هشام رقم 13 طه القباح وزميله أيمن حداد برضو لبرو الفريق رقم 2 مع حضراتكم مع الإرسال الأول لهذا اللقاء على إيدك اليمين فريق نادي الفتح المغربي رقم 8 هيلعب الإرسال إبراهيم عامر بيلعب في مركز أربعة الأهلي بيلعب بزي الأزرق الأزرق فللنا الزرق والشورت الأسمر والليبرو هو اللي بفللنا الحمرة وآدي القرة الإرسال الأول إبراهيم استقبال النادي الأهلي إعداد حسام يوسف ومحاولة من أحمد عزب من مركز أربعة بيلعب القرة ضربة صاحقة من مركز أربعة وبيجيب النقطة الأولى للنادي الأهلي أحمد عزب الشرباجي وريع الإرسال حسام يوسف رقم 12 والتقدم للنادي الأهلي واحد لشيء للفتح المغربي الشهوط الأول في اليوم الثاني البطولة الأفريقية لأبطال الدوري واللي استضفها النادي الأهلي خلال الفترة من 12 لـ 24 إبريل الحالي وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم بالنظام الحديث إن شاء الله وهذه نقطة للنادي الأهلي النقطة الثانية حائط سط هو محاولة من النادي الأهلي لاكتساب النقاط المتطالية وهنشوف نادي الفتح المغربي نادي صاحب بطولات صاحب خد البطولة المغرب سبع مرات إنما الأهلي طبعا ملك البطولات الأهلي ملك البطولات وأكبر إنجازاته الأفريقية 21 بطولة كأس مصر 34 دوري عام 15 بطولة أفريقية 6 كأس الكؤوس الأفريقية 8 البطولة العربية شارك في كأس العالم 3 مرات 2010 2011 2015 وشارك أو خد البطولة الأفرو الأفرو أوروبية سنة 81 اللي كانت في أولندا وشارك فيها فرنسا وولندا والأهلي وفاس بيها النادي الأهلي يحكم هذا اللقاء الحكم الرواندي فوستين ويساعده هشاشات من زنبيا الحكم التالي محمد عبد الجابر عبد الجابر من مصر وهذه قرة ضيعة من أحمد عزب والنقطة التالية نقطة التعادل لفريق الفتح المغربي الفتح المغربي شكله فريق قوي لازم نخلي بنا منه لازم نشوف الفتح المغربي تشكيل النادي الأهلي قلنا الأسماء اللي في الملعب قلنا الجهاز الفني الأسباني فرناندو بنتيز الأسباني المدير فني والنتيجة 2-2 والإرسال مع رقم واحد من فريق رشيد بولهام بول سماح بولهام وخارج الملعب والنقطة للنادي الأهلي 3-2 الفتح المغربي وأمام حضراتكم وأحمد عزب على الإرسال رقم 22 هيلعب إرسال قوي إرسال من أعلى استقبال من الفتح الرباطي المغربي وهدي إعداد من حسام يوسف يا ولد عب حليم عبه بيلعب كده كورة سريعة من مركز 3 وبيجيب النقطة الرابعة ويتقدم النادي الأهلي 4-2 لفريق نادي الفتح المغربي وعلى الإرسال عبر رحمن الحسيني رقم 8 أخو محمد الحسيني طبعا مدرب الفريق والمدرب المساعد وهدي استقبال إعداد ومحاولة من فريق النادي الأهلي وحاق صد بويندر بيلعب حسام يوسف بيعيد وبيلعب سريع لعبر رحمن عب عبر حليم عبه وهدي النقطة الخمسة للنادي الأهلي حاق صد ناجح والأهلي أو فرناندو بنتيز المدير الفني الأسباني بيلعب على اكتساب النقاط وخاصة من حواءة الصد والضرب الصاحق ومن مركز ثلاثة السريع ودي عبر رحمن الحسيني رقم 8 على الإرسال إرسال من أعلى عبد الرحمن بيلعب إرسال تكتيكي خلف الشبكة وإعداد وضرب صاحقة قوية من المغرب رقم 7 اللاعب المغربي شايو منيلا المحترف الكنغولي رقم 7 والنقطة الثالثة تلاتة تلاتة المغرب الفتح المغربي خمسة النادي الأهلي إرسال من أعلى استقبال إعداد حسام يوسف وبيلعب كده كورة ده أحمد عزب من مركز أربعة مرة تانية وضربة سريعة وحاق صد من أحمد صلاح وبيجيب النقطة ولكن في خطأ والحكم التاني مشاور أنه هي لنادي الفتح المغربي في اعتراض من الكابتن أحمد صلاح على الحكم وعلى القرار ولكن الحكم قرار الحكم النكورة نقطة لنادي الفتح المغربي والنقطة الرابعة سبعة النادي الفتح المغربي أربعة الفتح المغربي خمسة الأهلي رقم سبعة على الإرسال شايو مانيلا من الكونغو محترف في صفوف وخارج الملعب للنادي الأهلي نقطة ستة ستة الأهلي أربعة فتح المغربي ورايا على الإرسال عبد الحليم عبو رقم تلاتة لعب وسط الملعب من لعب النادي العمالقة اللي لهم تاريخ اللي لهم مج مع النادي الأهلي عبد حليم عبو عب حليم بيلعب من أعلى استقبال إعداد من نادي الفتح المغربي وتوتش وخارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي والنقطة السبعة الأهلي سبعة أربعة نادي الفتح المغربي الأهلي فاز في الافتتاح أمس على نادي أقول له حضرتكم جرين تيم من فاز على جرين تيم 3-0 الكنغولي في افتتاح البطولة وكانت البطولة بحضور رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي وكان طبعا رئيس الاتحاد المصري لكرة طائرة المهندس ياسر أمر طبعا وكان موجود رئيس اللجنة المنظمة للبطولة المهندس محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المنظمة للبطولة النادي الأهلي الكرة الطائرة الـ 45 المقامة بصالة الأمير عبدالله الفايسل والنقطة التمنى للنادي الأهلي ورايح أحمد صلاح العالمي أحمد صلاح هيلعب إرسال من أعلى رقم أربعة أبو صلاح يا أبو صلاح على إرسال عندنا أحمد صلاح وعندنا محمد صلاح محمد صلاح بتاع الكرة بتاع ليفربور وعندنا أحمد صلاح بتاع النادي الأهلي بتاع الكرة الطائرة وده عالمي وده عالمي النقطة ضيعة من النادي الأهلي ستة الفتح المغربي تمانية للأهلي والجهاز الفني طبعا للنادي الأهلي الأسباني فرناندو انتيز معابي عاون محمد السيد ومحمد حسيني مدربان عبداللطيف عثمان مدير الفريق وأحمد أسامة مدرب إداري الفريق هشام شادي فهيم محل التقني وشريف صلاح أخصالياقر أفخر الدين طبيب إسلام محمد أخصالياق طبيعي أسامة إبراهيم أخصالياق تهيل محمد شهير مدهلك الفريق ونقطة لنادي الفتح المغربي والنقطة السبعة تقلص الفريق إلى نقطة واحدة لصالح النادي الأهلي والإرسال مع رقم 11 من الفتح المغربي اللي هو أنس جابر ده لعب مصري مغربي وعايش في المغرب وهذه نقطة ومحاولة من الفتح المغربي إلى وصول إلى نقطة التتعادل ولكن لعب النادي الأهلي ويندر بيلعب حسام يوسف بيعيد وأحمد عزب يا ولد بيلعب من مركز أربعة كورة كده قوية بتيجي في حقاة الصدو تنزل ملعب نادي الفتح المغربي ونقطة للنادي الأهلي النقطة التسعة ورايح أحمد عزب الشرباجي على الإرسال تسعة الأهلي سبعة الفتح المغربي ومازلنا مع الشوط الأول أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي من مباراة الكورة الطيرة بين فريقية النادي الأهلي والفتح المغربي في اليوم التاني البطولة الأفريقية للأبطال والمقامة بصالد الأمير عبدالله الفيصل بفرع الأهلي بجزيرة ونقطة لنادي الفتح المغربي النقطة التامة تمانية الفتح المغربي تسعة النادي الأهلي على الإرسال رقم أربعة من الفتح المغربي أمين زيان أمين زيان بيلعب إرسال وبيحاول يلعبه خلف الشبكة ولكن فيه صحصاحة من لعب النادي الأهلي وبيلعب محمد عثمان كورة قوية تاني أو هذه ضربة سريعة من محمد عثمان وخطأ على فريق على لاعب رقم واحد لاعب رشيد بوس الهام ونقطة للنادي الأهلي النقطة العشرة ويزداد الفريق إلى نقطتين وهد الإرسال مع محمد عثمان رقم خمسة لاعب وسط أو لاعب مركز ثلاثة زي ما بنقول محمد عثمان رقم خمسة من النادي الأهلي هيلعب إرسال من أعلى لاعب ثلاثات استقبال الفتح المغربي وحاق الصد من النادي الأهلي عبر رحمان الحسيني بيلعب وضربة صحقة قوية سريعة من عبد الحليم عب وبيجيب النقطة 11 يا ولد يا عبد حليم النقطة 11 11 الأهلي تمانية لفريق الفتح المغربي والإرسال مازال مستمرا مع النادي الأهلي محمد عثمان على الإرسال رقم خمسة يلا يا عثمان ملعب إرسال من أعلى استقبال كده وحش جدا من نبرو نادي الفتح المغربي والنتيجة توصل إلى فريق 4 نقاط 12 الأهلي تمانية الفتح المغربي بيطلب المدير الفني لنادي الفتح المغربي برما خليل وهو مغربي الأصل ودامي عبد الفتاح ده المعاون له وقت مستقطع الأول ليهم وعرفنا أن الأوقات المستقطعة بقتت 2 لكل مدرب يعني أربعة ما بقاش فيه الوقت المستقطع اللي هو النقطة 16 والنقطة 8 وده تم إلغاءها بعد بطولة العالم الماضية لطبعا لسرعة وتشويق والاستمتاع بيئة القرى الطائرة وده أمامنا كابتن فرناندو بن سيس فرناندو بن تيز ومعه محمد السيد ومحمد الحسيني وعبد الفتاح والكابتن المدير الفريق عبداللطيف عثمان والمعاونين لقاء التعليمات والتوجيهات وتصحيق الأخطاء في الفترة السابقة في الشوت الأول وانتهى الوقت المستقطع اللي طربوا الكابتن برما خليل من الفتح المغربي المدرب المدير الفني للفتح المغربي والنقطة 12 لنادي الأهلي ورايح محمد عثمان على الإرسال هقول لكم على حاجة برضو تم قام المهندس محمد الدماطي بتكريم بعد قدامى كرة طائرة منهم الكابتن طبعا كابتن محمود فرج وكابتن أسامة فرج وكابتن أحمد وكابتن أحمد زكريا وكابتن إبراهيم فخر الدين المدير الفني الحالي لمنتخب السيدات اللي هتكون فيه طولة للسيدات بعد انتهاء بطولة الرجال بإذن الله على طول بإذن الله الإرسال مع نادي الفتح المغربي وتسعى الفتح المغربي 12 النادي الأهلي وأمام حضراتكم طبعا الفريقين الأهلي بيلعب بالزي فلنا الزرق بالشرط الأصمر وهدي خارج الملعب والنقطة 13 يتقدم النادي الأهلي 13 ورايح حسام يوسف كده على الإرسال معد الفريق الأساءل التاني وطبعا فيه عبد الله عبد السلام قاعد احتياطي برا أو قاعد مع الاحتياط ده المعد الأساسي عبد الله عبد السلام طبعا كان محترف برا في إيطاليا وفي كذا حتة واحترف ورجع وقالها حياته طبعا بالنادي الأهلي وهو بيلعب في النادي الأهلي الوقت هو وأحمد صلاح التوأم أو نقول عليه السنائي اللي كان دايما في كل حتة مع بعض راحوا النادي الأهلي راحوا نادي الجيش راحوا احترفوا برا ونقطة للنادي الأهلي والنقطة 14 وعلى الإرسال حسام يوسف 14 للأهلي 9 نادي الفتح الرباطي المغربي بطل المغرب لسبع مرات لدور المغربي والأهلي طبعا بطل مصر وبطل أفريقيا وملك البطولات الأفريقية حائز على 85 بطولة من البطولات الأفريقية والمحلية والعربية الأهلي خد 21 هقول لحضراتكم خد 34 مرة الدوري وخد كاس مصر 21 مرة بطولة أفريقيا 15 مرة كأس الكبوس الأفريقية 6 مرات البطولة العربية 8 مرات البطولة الأفرو أوروبية مرة واحدة وشارك 3 مرات في كأس العالم للأندية لكرة الطيرة ونقطة لنادي الفتح الرباطي المغربي والنقطة العشرة وما زال الأهلي الفارق لصالح النادي الأهلي خمس نقاط عشرة الأهلي خمستاشر الأهلي فتح المغربي عشرة والإرسال رقم واحد رشيد بوسلهام رقم واحد هلعب الإرسال من أعلى إرسال قوي استقبال إعداد حسام يوسف وبيضرب ضربة قوية كده سريعة من عبد الحليم عب وبيجيب النقطة 16 كان في الماضي كنا بنقول وقت مستقطع الفني المباراة ولكن دلوقتي مفيش وقت مستقطع الفني للمباراة بقى فيه وقت مستقطع للمدربين أو وقت أو طايم قوت بنقول عليه 16 الأهلي سق عشرة الفتح الرباط المغربي ومرة تانية الأهلي بيطبع ونقطة كده للنادي الفتح الرباط المغربي لازم نخلي بنا من الدربات الصحقة ونقفل حقت الصد على الزاوية المناسبة عشان ناخد نقطة من الحائط الصد الإرسال مع نادي فتح الرباط المغربي رقم 7 شايو مانين المحترف الكنغولي في صفوف فريق الفتح الرباطي وخارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي شاور عليها حكم اللقاء الحكم أرواندي فوستين والنقطة للنادي الأهلي النقطة 17 وعب حليم عبو عب حليم على الإرسال عب حليم طبعا فوق الاتنين متر لاعب مستوى بدني والفني والزهني والعقلي مستوى مرتفع جدا ودي ضربة صحيقة ومحاولة من رقم 11 من العب الفتح الرباطي المغربي اللي هو أنس جابر وبيجيب نقطة لصالح نادي الفتح المغربي والإرسال مع رقم 5 من الفتح المغربي إسماعيل أبو الزكاء رقم 5 على فكرة أنا جاب الأسماء من المدير الفني نفسه اللي هو لفريق نادي الفتح الرباطي اللي هو برما خليل ودامع فتاح عشان أجيبها بالظبط لأن طبعا الكتابة هي كمكتوبة أنا مش عايز كنتش عايز أترجمها قلت جبتها من المدير الفني بالنط بتاعهم بتاع المغربي والإرسال مع النادي الأهلي أحمد صلاح والنقطة 18 للنادي الأهلي الأهلي متقدم 18 12 الفتح الرباطي المغربي وإرسال أحمد صلاح بزراعه الأيسى محاولة من الفتح وخارج الملعب ولكن مرائب الخط مشاور إنها تاتش تاتش بلوك ومحاولة من لعب الأهلي الاعتراض على الكرة اللي عدت دي ولكن القرار قرار الحكم اللاعب لاعب يبقى نشوف قرار الحكم وشاور ولاعب نقطة لنصالح نادي الفتح الرباطي المغربي والنقطة 13 للفتح الرباطي المغربي الأهلي استقبال إعداد وأحمد صلاح بيعد الكرة صوابع مرة تانية أنس جابر بيلعب وضربة صحيقة قوي وبيجيب النقطة كده ولكن يا جماعة نخلي بنا من ضربات الصحقة زاد الفارق أو قال للفارق لأربع نقاط الصالح النادي الأهلي الرباط 14 الأهلي 18 والرسال من أعلى استقبال النادي الأهلي أحمد عبر أحمد حسيني وابو حول من أحمد عزب الشرباجي وبيلعب الكرة كده فوق حاط الصد تسقيطة وبيجيب منها النقطة رقم 19 للأهلي الأهلي 19 14 للفتح الرباط المغربي أحمد عزب الشرباجي على الإرسال جاي من نادي بترجيت أحمد عزب وطبعا فيه حسن أو فيه سف عابد جاي من نادي الزمالك تاني من لعيب الأهلي اللي جابهم أو لطعم بيهم فرقة النادي الأهلي هذا الموسم والأهلي طبعا حصل على الدور العام ولسه فيه نهايات الجس إن شاء الله يوم 27 و28 بعد انتهاء البطولة الأفريقية للكرة الطيرة للرجال اللي هي مقامة والتي يصدفها النادي الأهلي صالة الأمير عبدالله الفايز الإرسال مع نادي الفتح و15 الفتح المغربي الأهلي 19 حسام يوسف بيعيد يا ولد يا حسام محمد عثمان بيلعب الكرة بيلعبها كده على مرتين ومحاولة لتعديد الكرة من أحمد صلاح لتصنيع الموقف والكرة مع فريق ونقطة نقطة للنادي الأهلي حائط صد حسام يوسف ومحمد عثمان وبيجيب النقطة 20 20 الأهلي 15 نادي الفتح الرباطي المغربي من قامت هيقلي من أقوى الفرق في مجموعة النادي الأهلي الفتح الرباطي المغربي لأنه هو بطل قلب دوري المغربي أو البطولة الوطنية للمغرب الموسم 22 24 23 وهذه الكرة خطأ كده من محمد عثمان في الإرسال ونقطة للنادي الفتح 16 الفتح الرباطي المغربي وعلى الإرسال رقم 8 من نادي الفتح الرباطي المغربي إبراهيم عامر هيلعب يرسال من أعلى استقبال النادي الأهلي ويندر عداد حسام يوسف أحمد صلاح يا ولد بيدرب بزراعه الأيسر ولكن في دفاع قوي من الفتح الرباطي وبييجي في الشبكة كده ونقطة للنادي الأهلي النقطة 21 يتقدم النادي الأهلي 21 وعشرين ونادي الفتح الرباطي المغربي 16 وقت مستقطع طلبه المدير الفني برما خليل من المغرب المدير الفني لنادي الفتح الرباطي المغربي والوقت المستقطع وأمام حضراتكم شايفين المدير الفني الأسباني وفرناندو بنتيز طبعا بيراجع بعض الأخطاء هو جهاز المعاون محمد السيد ومحمد الحسيني ونشوف الأخطاء اللي وقعوا فيها أثناء هاللقاء ونحاول أن يصلح الأخطاء انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه النادي الفتح الرباطي المغربي والإرسال مع النادي الأهلي حسام يوسف والنتيجة تقدم الأهلي 16 الفتح الرباطي المغربي وحسام يوسف معد الفريق على الإرسال رقم 12 من اللعيبة المتميزين في النادي الأهلي ولهم بصمات حسام يوسف طبعا لعب منتخب وطبعا بعد اعتذار عبدالله عبدالسلام وإحباد صلاح عن البطولات الدولية للمنتخب والاشتراك فيها واتزلوا دوليا في المنتخب ولكن بيلعبوا دوليا مع الأهلي حقا تصد كده عبد حليم عبو وعبد رحمن الحسيني ولكن خارج الملعب ونقطة للفتح الرباطي المغربي والإرسال مع فتح الرباطي تغييره فتح الرباطي المغربي رقم 10 نازل جرواتي سيفان رقم 10 هينزل مكان رقم 1 اللي هو رشيد بوسو الهام ماشي ده التغيير الأول لنادي الفتح الرباطي المغربي اللي أجرى بارما خليل المدير الفني لنادي الفتح الرباطي المغربي وعلى الإرسال هو رقم 10 جرواتي سيفان هيلعب إرسال من أعلى استقبال حسن يوسف أحمد صلاح يا ولدي أحمد يا صلاح داخل الملعب ونقطة للنادي الأهلي و22 الأهلي 17 الفتح الرباطي المغربي 3 نقاط وينتهي هذا الشوت الإرسال مع عبد الرحمن الحسيني رقم 8 أخو محمد حسيني أعتاقت طبعا الحسيني من إرسال من أعلى استقبال قوي من فتح الرباطي عداد من رقم 4 ومحاولة من الكنغولي المحترف والنادي الأهلي يا أحمد عازف يا ولد يا عازف يا ولد يا عازف نقطة حلوة وضربة صاحقة من مركز أربع تيجي في حقاة الصد تبقى تاتش بلوك لصالح النادي الأهلي ونقطة للأهلي 23 17 ويتقدم النادي الأهلي 23 17 وعلى الإرسال لاعب النادي الأهلي عبد الرحمن الحسيني مازال مستمر على الإرسال هيلعب إرسال من أعلى على الحسيني من أسفل لا يا حسيني لازم ناخد نفس ونلعبه إيزي خالص طالما فيه نقط حساس عشان نطلع منفوس بالشوت الأول الإرسال اللي منتقل إلى فريق الفتح الرباط المغربي 18 على الإرسال 18 الفتح الرباط المغربي 23 للنادي الأهلي و7 على الإرسال اللي هو شايو مانيلا المحترف الكنغولي في صفوف الفتح الرباط المغربي وإرسال من أعلى بيضيع محدش أحسن من حد يبقى النتيجة تقدم النادي الأهلي 24 18 وطبعا يعني نقطة واحدة وينتهي هذا الشوت لصالح النادي الأهلي وهذه الإرسال مع عبد الحليم عبو رقم 3 الشوت الأول عبد الحليم بي لعب إرسال قوي عبد الحليم إرسال وأعداد ومحاول لا حقص ولكن تاتش بلوك ونقطة على الأهلي نقطة على الأهلي النقطة 19 للفتح الرباط المغربي الإرسال مع نادي فتح الرباط خمسة على الإرسال إسماعيل أبو الزكاء هيلعب إرسال من أعلى بتيجي في حاط الصد بتيجي في الشبكة ونقطة للنادي الأهلي النقطة 25 وينتهي هذا الشوت 25 19 لصالح النادي الأهلي وفراحة راحة ما بين الشوتين راحة ما بين الشوتين لمدة 3 دقائق ونعود مرة تانية إلى حضراتكم نتابع مبارات الأهلي والفتح الرباط المغربي في الكرة الطيرة للرجال مع تحياتي ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 استقبال كده مرة تانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نلعب اشتركوا في القناة 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 في لاعب من الفتح المغربي وتنزل وتجيب نقطة النقطة رقم عشرة عشرة الاهلي خمسة الفتح المغربي الارسان مع حسام يوسف استقبل مرة تانية ومحاولة وكده بيلعب فوق حاط الصد محاولة مرة تانية عايزين عايز يجيب نقطة ولكن نقطة للنادي الاهلي النقطة رقم 11 الاهلي 6 الفتح المغربي وعلى ارسال وقت مستقطع طلب برما برما خليل المدير الفني لنادي الفتح الرباط المغربي الوقت المستقطع الاول وقادي امام حضراتكم فرناندو بنتيز بيحاول يقدي او يصحى الاخطاء كل الامنميات لنادي الاهلي لكرة طايرة الرجال انه طبعا يوصل النهايات ويفوز بهذه البطولة وهذا المرسل الافريقي ان شاء الله يكون الختام بتاعه يوم 24 انتهى الوقت المستقطع وتعليمات كده من فرناندو لحسام يوسف المعد علشان يقدر يوزع القراط الى لاعبي المركز اتنين ومركز ثلاثة ومركز اربعة وياخد باله من الاعداد الصح حشان الكرة تيجي نقطة لفريق النادي الاهلي حسام يوسف على الارسال هيلعب ارسال من اعلى هو ارسال قوي استقبال النادي الفتح المغربي حقا تصدم اهلاوي احمد صلاح عبد حليم عبو مرة تانية ولاعب الكرة ولكن الكرة من خارج الملعب ونقطة للنادي الاهلي النقطة رقم 12 عيه احمد تغييره هو بارما نفس التغيير رقم 10 اللي هو عخر وقت سيفان مكان رقم 5 اللي هو اسماعيل ابو الزكاء تغيير تكتيكي وفني لتعديل المستوى الفني او المستوى الاداء للعبي المفتح المغربي ارسال حسام يوسف مازال مستمرنا على ارسال بلعب ارسال قوي حسام ومحاوله مرة تانية ودربه صاحقة وحاد صد نخلي بنا من الكرة لعب الكرة مرتين طبعا عبدالرحمن الحسيني لعبها مرتين وتبقى خطأ وكرة مزدوجة على النادي الاهلي ونقطة للنادي الفتح المغربي 7 و12 النادي الاهلي ارسال من اعلى مع الوزب نادي الفتح المغربي وهدي محاولة مرة تانية والاستقبال وهذا اعداد وكده في خطأ من احمد عزب ما تلقش مع التوقيت المناسب ونقطة على النادي الاهلي النقطة التمنى للفتح المغربي فارق اربع نقاط لصالح النادي الاهلي تمانية الفتح المغربي الاهلي 12 يا طالح هيعمل ايه فرناندو المدير الفني الاسباني للنادي الاهلي فارق اربع نقاط بس برضو هو عايز ياخد الجيم ده عشان يكون دفعة معنوية للشوت التالت ودي نقطة من عبد الرحمن الحسيني ضربة صاحقة من مركز اتنين وبيجيب النقطة رقم 13 13 الاهلي تمانية في الفتح المغربي والارسال مع عبد الرحمن الحسيني رقم 8 هيلعب الارسال ارسال من اعلى استقبال مرة تانية ومحاولة من احمد صلاح ودي مرة تانية وبيلعب ودي دخاعة صد قوي من النادي الاهلي ولكن الكرة فيها خطأ كده من لعب النادي الاهلي والنقطة تسعة لفتح المغربي وقلت لحضراتكم انا محمد الدماطي عدو ماجلسط النادي الاهلي ورئيس لجنة منظمة العليا قام بتكريم بعض قدامة النادي الاهلي منهم كابتن مراهيم فخر الدين المدير الفني المنتخب او لفريق السيدات للنادي الاهلي وكابتن محمود فرج طبعا وكابتن اسامة فرج لعب النادي الاهلي السابقين وكابتن احمد زكريا برضو لعب النادي الاهلي السابق ودي كلها طبعا حاجات كويسة ل يعني بتكون جميلة لعبي النادي الاهل القدامى ان هم بيتم تكريمهم على هامش البطولة الافريقية نقطة للنادي الاهلي 14 الاهلي 9 لصالح الفتح المغربي الارسال من اعلى استقبال محاولة مرة تانية من الناعب النادي الفتح المغربي حقق صد وضارب ولكن في استقبال قوي من اللاعب النادي الاهلي لكن خارج الملعب والنقطة العشر 10 الفتح المغربي 14 النادي الاهلي ودي خرج عب حليم عبو ونزل مكانه بقى اللي هو الليبرو كل لما ييجي الليبرو ييجي يطلع قدام لازم يخرج عشان اللاعب ينزل مكانه لما ييجي يرجع اللاعب اللي نزل مكانه ييجي ينزل تاني بنقول عليه اللاعب كروس ويبقى تقدم النادي الاهلي فارق 4 نقاط ودي نقطة وفيها نقطة كده فيها كلام وفيها اعتراض من اللاعب نادي الفتح المغربي ولكن دي نقطة للنادي الاهلي اهو رقم 4 بيعترض وبيقول له يعني الكرة دي مفروض تبقى اين ولكن دي قاود ونقطة للنادي الاهلي 15 الاهلي 10 الفتح المغربي وإحمد صلاح على الإرسال العالمي على الإرسال أحمد صلاح هيلعب أحمد صلاح من أعلى إرسال من أعلى مع الوزب في زراع والأيسر استقبال إعداد مرة تانية وضربة صحيقة بتيجي في أحمد صلاح تبقى خارج الملعب خارج الملعب ونقطة لنادي الفتح المغربي 11 الفتح المغربي 15 النادي الأهلي 4 الإرسال من الفتح المغربي أنس رجائي أنس أمين زيان أمين زيان أمين بيلعب إرسال من أعلى استقبال حسام يوسف بيلعب خلفي أحمد صلاح وبيلعب دفاع عن الملعب من آمن صابر أنس صابر اللي هو لعب نادي الفتح المغربي وأدي ضربة صاحقة من أحمد عزب تيجي في حقط الصد المغربي وتبقى خارج الملعب ونقطة 16 وتغيير للنادي الأهلي تغييرين هو عبدالله عبدالسلام نازل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا نقاط محمد عثمان على الإرسال عثمان استقبال الفتح إعداد وحقق صد كده فردي من عبد الحليم عبه يا ولد يا حليم ويا ولد يا عبه بيجيب النقطة 18 محمد عثمان مازال على الإرسال والأهل 18 12 الفتح المغربي حقق صد جوية من سف عبد وقعب حليم عبه بيجيب النقطة رقم 19 ويتقدم النادي الأهل 19 12 لصالح النادي الأهلي ووقت مستقطع طلبه برمة خليل المدير الفني لفريق نادي الفتح المغربي الوقت المستقطع التاني لي والنادي الأهلي على إيدك نيمين بزي الأزرق والشرط الأسود وطبعا شايفين النادي الأهلي وجهازه الفني الأسباني فرناندو بنتيز معا محمد حسيني ومحمد السيد وانتهى الوقت المستقطع ونزل فريق النادي الأهلي إلى أرض الملعب والإرسال مع النادي الأهلي والتقدم 19 الأهلي 12 فريق الفتح المغربي وأوضح طبعا فارق الخبرات والمهارات واللعب لنادي الأهلي ونادي البطولات ومالك البطولات في أفريقيا والدوري المصري وكاس مصر وكاس عالم لعب ثلاث بطولات في كاس العالم للأندية الارسال مع محمد عثمان محمد عثمان هي لعب ارسال من أعلى عثمان استقبال كده ومحاولة من الفتح المغربي عايز يقلل الفارق ولكن الأهلي جاهز وبيلعب مع أبرحمن الحسيني تاتش بلوك يا ولد يا حسيني بيدرب كده ضربة سريعة من مركز أربعة وبيجيب النقطة 20 20 الأهلي 12 لنادي الفتح المغربي للكورة الطير عثمان على الارسال بيلعب ارسال من أعلى عثمان استقبال النادي الفتح المغربي مرة تانية أحمد عزب عبدالله عبدالسلام الفتح الأصمر بيلعب مرة تانية عثمان حسيف عبد طالع وعلى سيف عبد مرة تانية ولكن خارج الملعب يا سيف خارج الملعب لسه مسخنش سيف تغييره كده للنادي الفتح الرباط المغربي رقم ستة داخل مكان رقم واحد ستة اللي هو مراد بحيط مكان رقم واحد اللي هو رشيد رشيد بوسلهام رشيد بوسلهام الارسال مع الفتح الرباط المغربي تغيير كده نفس التغيير اللي هو ستة خرج ونزل لعب تاني من نادي الفتح الرباط المغربي رقم 11 لا رقم هقول له حضراتكم مين اللي نزل من الفتح المغربي وارسال مع النادي الاهلي سيف عبد مرة تانية ومحاولة رقم 10 من الفتح المغربي سيف عبد بيلعب وحاق الصد وبيحاول الدفاع عن الملعب ويعد الكرة ملعب الاهلي عبدالله عبدالسلام بيلعب الكرة كده لأحمد عزب وبيلعب كده سقطة ولكن بتيجي خارج الملعب خارج الملعب يا أحمد ونلعب كرة في حتة الفاضية بلاش نتوقع عشان ما نضيعش كرة الإرسال مع الفتح المغربي 14 21 الاهلي على الإرسال رقم 7 اللي هو شايو مانيلا اللاعب كونغولي اللي بيضيع الإرسال بتيجي فيه لاعب من النادي الاهلي وتبقى خارج الملعب ونقطة للنادي الفتح المغربي 15 الفتح المغربي 21 النادي الاهلي على الإرسال رقم 7 المحترف الكنغولي في صفوف الفتح المغربي شايو مانيلا إرسال قوي وينظر المحترف الكوبي بيستقبل كرة يا ولد يا حسيني حسيني يلعب ضربة طوية من مركز أربعة وبيجيب نقطة النقطة 22 ونفس التغيير تاني في النادي الاهلي عبدالله عبدالسلام خارج حسيني عبد خارج نازل حسام يوسف وأحمد صلاح رجع التشكيل الأساسي اللي كان بيلعب به فرناندو بنتيز هو طبعا بيدي كده إحساس للمباراة لعبدالله عبدالسلام ولي حسف حسن عابد عشان يكون جاهزين أي وقت وأي اللي يكونوا جاهزين للمباراة القادمة وبيلعب عبدالحليم عبو كده بتيجي في حقص الصد المغربي وبتيجي وبتنزل أرض ملعب النادي الاهلي وبتبقى نقطة على النادي الاهلي وينتقى الإرسال إلى نادي الفتح المغربي 16 والاهلي 22 على الإرسال رقم 10 غرتي سفان هيلعب إرسال من أعلى استقبال كده خام مراقب الخط مديها نقطة للنادي الفتح المغربي نقطة النقطة 17 الإرسال مع الفتح المغربي 17 والأهلي 22 إرسال من أعلى بيجي في الشبكة والنقطة 23 وانتقل الإرسال إلى النادي الاهلي خارج ويندر المحترف الكوبي الليبرو النادي الاهلي وبينزل البديل بتاعه محمد عثمان والنقطة 23 الأهلي 17 الفتح المغربي وعب حليم عبوا على الإرسال يلا يا عبوا عبوا هي العب إرسال من أعلى استقبال إعداد مرة تانية ومحاولة حق الصد كده وبيغطي على حق الصد عب الحسيني وضربة صاحقة من أحمد عزب الشرباجي وكده فيها شك كده نقطة للفتح المغربي 18 والأهلي 23 وعشرين ضربة صاحقة إرسال فتح المغربي 18 والأهلي 23 حسام يوسف بيلعب كرة كده يا ولد يا عالمي بيلعبها تسقي تقيدة تيجي في المحترف الكنغولي وتنزل ملعب نادي الفتح الرباط المغربي والنقطة 24 نقطة وينتهي هذا الشوت التاني لصالح النادي الأهلي والإرسال مع أحمد صلاح العالمي أحمد صلاح هيلعب إرسال من أعلى أحمد صلاح إرسال من أعلى أبو صلاح إرسال من أعلى استقبال خارج الملعب صلاح خارج الملعب خارج الملعب معلش معلش المرة دي نعوضها إرسال مع نادي فتح المغربي رقم أربعة هيلعب الكرة من أعلى استقبال ويزديع الكرة والنتيجة لصالح النادي الأهلي 25-19 نفس نتيجة الشوت الأول وينتهي الشوت التاني لصالح النادي الأهلي 25-19 مباراة الكرة الطائرة بين الفريقاء الأهلي والفتح المغربي في بطولة الأفريقية في ثاني أيام البطولة بفرع النادي الأهلي بالجزيرة بمصالة الأمير عبدالله الفيصل وإلى لقاء إلى فاصل ما بين الشوت التاني والتالت ونعود لحضراتكم مرة تانية ترجمة نانسي قنقر 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 ثلاثل نانسي قنقر 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 نانسي قنقر